السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعي قراتي Easy English الانجليزية ببساطة احنا في unit 2 lesson 2 الوحدة التانية من level 4 phonic من المستوى الرابع صوتيات زي مشروحنا قبل كده المستوى الرابع صوتيات divided into 9 units بين القاسم الى 9 وحدات each unit has 3 lessons sorry each unit has 5 lessons كل واحدة بيتحتوي على 5 دروز كل درس في 20 كلمة جديدة طبعا بقواعد النط بتاعتهم لو انجزنا ان شاء الله في حفظ الكلمات دي هيساعدنا جدا 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 في تحزين مستوى الرابع زي ما قلت قبل كده تعمل نفس الجدول لو حفظت في اليوم 10 كلمات 10 words لو حفظت في اليوم 10 كلمات هتخلص ال level ده في 3 months لو حفظنا في اليوم 20 كلمة 20 words هنخلص ال level ده في شهر ونص انتو بقى وقدرتكو ووقتكو وحماسكو لان انتو تخلصوا ال level ده انتو هتحدد هتخلص ال level امتى هنا وصلنا لسي كا سي كا لما ييجي بعدها ات بيبقى الساوند بتاعهم هم الاربع حروف دولة ال 4 letters احنا بنحاول نعمل تجميع لمجموعة حروف بتعمل صوت معين بحيث ان ده يساعدك كتير جدا جدا في القرية لان انتو تقريبا كده يبقى قريت نص الكلمة والسي كا اللي هي بيعمل صوت كا لو جه قبل من اي يبقى حيكون صوت اك يبقى هنا كلماتي كلها النهار ده حيكون الساوند بتاعها نصه كت او اك يا اما كت يا اما اك طب يلا نشوف الكلمات بتاع كل ساوند جا كت جاكت پا كت پاكت را كت راكت تي كت تيكت كري كت كت سي كت سيكت لو كت لوكت پو كت بوكت رو كت روكت سو كت سوكت اجين جاكت باكت راكت تيكت روكت سيكت لوكت بوكت روكت سوكت تمام كده لو لاحظنا يا جماعة ان المقطع اللي احنا حطنا وعرفنا نطقه سهل عليها كتير جدا جدا في قرية الكلمة يعني يدوب ان انا اضيف جا با را تي كري سي لو بو رو سو وبكده سهل عليها جدا ان انا انطق الكلمة كاملة من القعدة التانية بتاعة اكت كتا اكت ككك لا اكت لكت سا اكت سكتا اكت تكت بر اكت بريكت تش اكت تش ولو نفتكر ان احنا اخدنا الدياغراف سي اتش في لسن تو يونيت وان الدرس التاني من الوحدة الاولى وقلنا وعرفنا ان السي بلاس اتش مخصصا تش 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 كو اكت كويكت ست اكت ستك ث اكت ثك تر اكت ترك again ككك لكت سيكت تكت بريكت چكت كويكت ستكت ثكت ترك نقرأ تاني نراجع تاني اللي احنا خدنا النهاردة طبعا احنا ممكن نوقف الفيديو زي ما بقول وان احنا نحاول نقرر النط بتاع الكلمة عشان نتأكد ان احنا بننطق بالطريقة السليمة ونشيك على نفسنا يا ترى وصلنا فين يا ترى قدرت اقرأ ولا لا يا ترى بطلع الساوند سليم ولا هنراجع تاني مع بعض تشيك كوك ستيك ثيك ترك وبكده نكون وصلتنا لنهاية الفيديو يارب اكون قدرت اقفتكم بمعلومة ولو بسيطة من باب واي المونيو الدفاوبة يارب اي حد يشوف الفيديو ده وعجبه يعملوا لايك وشير ولما اشتركش في القناة اشترك في القناة ونفعل زر القرص عشان وصلوا يسعر بأي فيديو جديد لو لكم اي تعليقات او اي اسئلة ياريت تكتبوا لي في الكومنتيس وانا ان شاء الله هرد عليكم باشكركم جدنا للمشاهدة ومن هنا من الفيديو لكي اصبكم فراية اللي thank you for watching and see you next time good boy